أشهد سموه شيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة بإمكانات حلبة البحرين الدولية للكارتن وربا سموه عن اعتزازه بالشباب البحريني الذي أسهم بفعالية في تأكيد مكانة رياضة السيارات في المملكة والتي تحظى باهتمام ورعاية كبيرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله جاء ذلك لدى حضور سموه بطولة الكارتن التي أقيمت فعالياتها مساء أمس على مضمار حلبة البحرين الدولية للكارتن حيث توجه سموه الفائزين من جولة ثانية من بطولة التحمل للكارتن لثلاث ساعات وأن سموه الأبطال الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في الجولة التي شهدت مشاركة واسعة والتي بلغت 21 فريقة ثم كما هنأ سموه الفرقة والسائقين المشاركين في السباق وأشهد سموه بمستوى التنظيم العالي لهذه البطولة وما شهدته من منافسات قوية بين الفرق المشاركة التي أثبتت جدارتها وتمييزها متمنيا سموه للجميع كل التوفيق والنجاح لخدمة هذه الرياضة التي أصبح لها قاعدة كبيرة لدى جيل الشباب والناشئين في رياضة سباق الكارتن وما تم تحقيقه من نتائج متميزة شكلت رافدا واعدا لتطوير مشاركات أبناء البحرين في مختلف سباقات السيارات واشهد سموه بالجهود المبدولة التي يقوم بها الاتحاد البحريني برئاسة الشيخ عبدالله بن عيسى الخليفة رئيس لجنة الكارتن الدولية إلى جانب حلبة البحرين الدولية لنهوض برياضة سباق السيارات ترجمة نانسي قنقر